رسائل القيادي المقرب من زعيم ميليشيا الحوثي أحمد العجري التي احتواها منشوره الأخير على موقع فيسبوك عكست رغبة الحوثيين بالتوصل لحل سياسي في اليمن العجري تساءل في منشوره الذي يعد تحولا في الخطاب السياسي للحوثيين لماذا لا يتفق على حل وسط ينهي مظاهر الانقلاب مقابل انهاء مظاهر ما وصفه بالعدوان ويستأنف الحوار السياسي من حيث توقف العجري اعترف كذلك أن ما حدث في الحادي والعشرين من إلول عام 2014 كان انقلابا وليست ثورة كما يصفها أعلام الحوثي هذه الرسائل من قبل القيادي الحوثي تزامنت مع وصول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث إلى صنعاء في زيارة جديدة يلتقي خلالها قيادات ميليشي الحوثي في محاولة لجلبهم إلى طاولة الحوار غريفث بدأ الزيارة بلقاء مع وزير خارجية حكومة صنعاء الحوثية هشام شرف ناقشا خلاله مقترحات متعلقة بمشاورات السلام هذه الزيارة لغريفث وصفها مراقبون بأنها محاولة متجددة ضمن سيناريو الاسترضاء الذي تبدله الأمم المتحدة لإقناع الحوثي بالانخراط في أي مشاورات حتى لو لم تحقق أي حلول حقيقية للأزمة اليمنية كما أن الأمم المتحدة من جانب خفي تبدي رغبة في أن تنقل الحوثي إلى المستقبل السياسي بأقل الأضرار عن طريق أي صفقة سياسية أو حل سياسي يضمن مشاركة الحوثي في السلطة القادمة من دون أن ينكسر أو يتحمل عواقب الجرائم التي اخترفها ضد اليمنيين وتأتي زيارة المبعوث الأممي غريفث إلى صنعاء في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده مدينة الحديدة غربي البلاد حيث كثفت قوات الشرعية عملياتها للتقدم باتجاه المدينة وقطعت المدخلة الرئيسية للطريق نحو صنعاء كما كبدت ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في عناصرها